هذا الموضوع أثار فضيحة كبيرة بحيث أنه هو مضبط الأمور بطريقة لما دخلت على صفحته على التليغرام مضبط الأمور أنه مسوي صفحة ثانية لبكي جعل الخزينة لأخبار اللي نزلوها من عنده فقال خافي مسحون هاي الكم يعني الثبات أنه هم منزلوا هاي المواضيع لا يقدرون يمسحون ولا يقدرون يقولون اخترقنا احنا ولا يقدرون فلتمت السالفة كلها وماكوا سالفة ساكتها الدنيا بالتالي تشلبوا بسالفة فجر السعيد الكل كتبهت على فجر السعيد الشون طابة ورقضوا زلم ملثمة تقريبا عشرين واحد على فندق وطلعي جابش هنا زيان منحتينا قبل فترة قلنا هاي أمور مشبوهة تجي بيها وتتعاصلات مع السين وصاد وهذول السين والصاد بالمقابل يروحوا لهي وشانت جورهم عبارة عن جوازات سان كيس مو دبلوماسية أخذوا جوازات ثانية ورجعوا وباستقبالها كانوا هم هم موجودين ومن منزلت بمطار النجف كان فلان قاعد وياها نفسه مو سياسي إعلامي ومعروفة تجارتهم روحتها وجدتها شتلاء ما تقبلون ما حد يجيب طاري هسا فضحة سالفة فصيل الضافرين ومتعرفون منين يجيبوها رقضتو على الفندق السواء مظاهرات على نسوان اثنين داخلات من البداية ما خليهين يجي متفتر بالبايسيكل مالتها بالبصرة ويومية لابسة العبات تفتر بحجة الزيارة نعرف عنها اشجابتش على الزيارة والتالي من حتيانة صرنا احنا مخطئين في وقتها وارجعوا للحلقات الماضية قبل اكتر من شهرون الصانيحاتش على الموضوع وصلي اطلعت بوقيتها موزيا هسا الكل صار ويعرفون انه فجر مطبعة وفجر تحكي على الحوزة وفجر تحكي على المرجع وشلون فجر جايبه وياها ثانية ويفترون بالنجف ومن انطاه الفيزا وشلون دخلت تعرفون كل زيان من انطاه الفيزا منو ابويا يداماني بالخارجية ادزع على السفير العراقية ولكويت وعرف منين اخذت الفيزا شنو ارادلها روحها للقاضي يعني لو ما تعرفوا له لو تعرفون بس هاي تنشرون هاي الاخبار الكاذب ويومية ثمان اخبار رح تخبلتونه